بزيادة تقدر بنحو 30% قررت حكومة السوداني رفع أسعار البنزين المحسن والممتاز اعتبارا من الأول من أيار المقبل خطوة بررتها الحكومة بأنها ستسهم في فك الاختناقات المرورية التي أصبحت خارج السيطرة فضلا عن كوني استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي الداعي إلى وقف الدعم كثير من السلع فيما أكد خبر اقتصاديون أن القرار جاء لتقليل عدز الموازنة المالية الذي ارتفع لأكثر من 80 تريليون دينار جراء تضاعف نفقات الحكومة مرجحين الإعلان عن سلسلة إجراءات إضافية ستؤثر على اقتصاد الأفراد كفرض ضرائب جديدة على مختلف القطاعات القرار يشير بحسب مختصين إلى وجود خلل في الرؤية الاقتصادية للحكومة بشأن اتخاذ قرارات ستكون نتائجها وخيمة ولربما من أثارها انطلاق موجة احتجاجات شعبية تعارض رفع أسعار الوقود الذي سيزيد من حالات الفقر والحرمان التي يعاني منها أساسا الموطن العراقي لما لها من انعكاسات على واقع الحياة اليومية والخدمات وأسعار السلع الغذائية داخل أسواق ما زالت تعاني من حالة شلل بسبب تبعات نهار قيمة الدينار خبراء في مجال النفط وصفوا قرار رفع أجور الوقود بالفضيحة حيث جاء بعد مدة وجيزة من أعلان الحكومة تشغيل مصفى ييكربلا وبيجي الذين أضافا ملايين ألترات من البنزين للسوق وبالتالي فان التفسير المنطقي للقرار هو أن سعر أنتاج البنزين في المصاف العراقية أعلى من سعر الاستيراد وهما يستدعى التحقيق بعد أنفاق المليارات على إنشاء مصاف قالت الحكومة أن صديقة للبيئة وستقلل من الانبعاث الكربونية إلا أن خطوة رفع أجور الوقود ستجبر المواطن على استخدام البنزين العادي والذي من تدعياته تلوث الأجواء وزيادة الأمراض السرطانية والتنفسية فضلا عن تقليل كفاءة المركبات وعمرها الافتراضية نتائج سيدفع في المحصلة ثمنها المواطن الذي لن تقدم له الحكومة أي تسيلات موازية أو زيادات في الرواتب بموازات رفع أسعار البنزين